تحت قبة الكونغرس وفي جلسة استماع مخصصة لمعرفة مصاري المفاوضات الجارية حالياً مع الصين حول اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وبكين بشر كبير المفاوضين الأمريكيين بقرب التوصل إلى اتفاق دون إعطاء مزيد من التفاصيل نحن نحقق تقدم حقيقياً في المفاوضات مع الصين وفي حال توصلنا إلى اتفاق أكرر أنه في حال توصلنا إلى اتفاق وتجاوزنا الصعوبات العالقة سيكون ذلك محركاً لاقتصادنا يحدث ذلك في وقت تشهد فيه العاصمة واشنطن جدلاً واسعاً عن الاتفاق التجاري المحتمل بين البلدين وعقبات تحقيقه على أرض الواقع بالنظر إلى حرص واشنطن وبكين على الخروج بمكاسب حاسمة وعدم العودة إلى غمضي ما قبل الاتفاق القيادة في البلدين أعطت التعليمات الواجبة للمفاوضين لتقديم التنازلات المناسبة ولذلك يمكن التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة كانت قد بدأت قبل شهور عدة عندما أطلقت واشنطن وعواصم غربية مجموعة شكاوي من ممارسات الصين التجارية والتي توصف بغير العادلة مطالبة الأطراف الدولية بضرورة مراجعة الاتفاقات القائمة مع الصين الصينيون يلعبون دائماً لعبة الوقت لأنه في صالحهم وهذا أسلوب قديم جديد من جانبهم بكين من جانبها وفي محاولة للتخفيف من حدة الخلاف عرضت شراء مزيد من المواد الزراعية الأمريكية وصدرات الطاقة عرض لا يبدو مرضياً للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين المتضررين من سلوكيات الصين التجارية سواء البينية منها أو تلك التي تمارسها في السوق العالمي الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين مختل في أغلب علاقتهما وذلك بسبب عدم قدرة الشركات الأمريكية الحصول على حقوقها داخل الصين ينقسم الرأي هنا في واشنطن من الصين بين رأي يقول أنه لا فائدة من التفاوض مع نظام يختلف إيديولوجياً وسياسياً مع القيم الغربية ورأي آخر يقول أن الصين باتت الآن هي القوة الاقتصادية الثانية عالمياً وعلى الولايات المتحدة أن تأخذ متغيرات العالم الجديد بعين الاعتبار وأول ذلك هو الاتفاق على نظام تجاري جديد يجمع بين بيكين واشنطن رابح فلالي الحرة واشنطن